موسيقى حاميها وحراميها طلعوا اخوات مايفرقوش عن بعض نسخة مطبقة واحد تخصص عدل ومرافع والتاني بالطاقة وخط وسرق واحد مقطع البطاقة شكله شير بموحي الجرق واحد مقطع البطاقة شكله شير بموحي الجرق والتاني غاوي يمشي رسمي وقانوني حتى في الخناء حرامي حرامي همه يبقى كفاءة لو ياخد غرزة مش فرقه محامي اه محامي انجم لحت براءة يفرح لو حتى ياخد عالقا حاميها وحراميها طلعوا اخوات مايفرقوش عن بعض نسخة مطبقة واحد تخصص عدل ومرافع والتاني بالطاقة وخطف وسرق موسيقى يعاني علي يعيش علشان عايز يجيب حق الانسان يلقى العدلة متغمية مسكوها في ايه دمزان فاكرين كده هيخلوها تساوي دايما بين الكل بس الابلس استعموها وكل ما نزور على حد يعطلونا بالفرقه حاميها وحراميها طلعوا اخوات مايفرقوش عن بعض نسخة مطبقة مايفرقوش عن بعض نسخة مطبقة موسيقى موسيقى يا خوفي على حد ابن حلال اكبر ماشي يا دنيا شمال عمل يسكد في ضمير ويكمل الشارعين البطال بيخبي في عيونه النظرة اللي تبينه لسه بريد وحاله يصعب على الكفرة وكل يوم عمالة طيب شكل الحياة دمي تنسها حربيها وحربيها نسخة مطبق واحد مطبع المطبع شكل مطبع المطبع والتاني غاوي يمشي رسمي وقانوني حتى في الخناء حربيها وحربيها اه احتعلوا اخوات شكل مطبع لا تحت اكبر في الخناء لا تحتاج لا يتحضب انا عايزك لا تحتاج لا تحتاج يا أستاذ فريد فريد؟ فريد مين بقى حاج وانيت ما تصحصح شوية أنا لازم يطلق منه، أنا خلاص زهيتي وما ليه؟ استهدي بس بالله انت كمان يا مادام رندا قال لها فيه ايه بس احكيلي يرديك يا أستاذ مونير مونير؟ ماشي مونير مونير يرديني ايه؟ يرديك أصحب الليل ألاقيه جايب القناة بتاعت الأغاني وعمال يتفرج على هايفاء وهبي وكمان مش كده ده بيترقص وياها زي الأرجوزات اخصى عليك يا وليد، ليه كده؟ ما هي كمان سايتني وأنا في الحمام ووكلة الحلوة بتاعته؟ ليه بس كده يا رندا؟ ايوة عشان اغيزة عشان بيتفرج على هايفاء ما كل يوم انت بتنامين وتسيبيني خلاص خلاص أنا كده فهمت وعرفت ايه حالكم انت يا رندا دلوقتي تاخدي بعضك وتروح تجيبي علبة هلاوة بدل اللي انت كلتيها وانت يا وليد تطلع تجيب لها بوكي ورد وتدهولها وصدقني لما هترجع هتلاقيها أحلى من هايفاء مش كده يا رندا؟ كده يا أستاذ شريف شريف؟ أمانها بقى هروح اجيبي الحلوة ماشي ماشي مع السلامة استنى هنا يا حد وليد يا عم طالما هي بتتدايق من هايفاء ما تتفرجش يا عم على هايفاء في البيت ابقى تفرج عليها في الأكوة ماشي كده يا وليد؟ ماشي يا أستاذ لطيف لطيف؟ ماشي مع السلام يا عم لطيف لطيف ما تنساش الورد أيوة يا رندا صار خير يا أستاذ فتير يا أهلا يا حضر الزبط فيه؟ اسمع بلا أنا جاي لك علشان وعشان ما فيش غيرك هاي سعيدني فيه وأنا تحت أمرك مع ظروف فلوس؟ أنا معايا 18 جنيه تاخد 9 وأنا 9 9 تيه وفلوس ايه بس يا أستاذ فتير خلاص يا عم خد 15 وأنا 3 15 و3 ايه مش عايز حاجة خد الـ 18 كلهم يا عم انت تسمعه بس وصلتلي معلومات من مين؟ انت مالك من مين؟ وصلتني معلومات وما تقوليش من مين؟ بتقولي ان فيها عربية نقل كبيرة بتتردد على دورغام ورجانته في المصنع القديم والمعلومات دي بتقولي ان صاحب العربية اسمه ضغشوري من قرية اسمها العزبة الإبلية أيوة عرفها العزبة الإبلية دي دي في الجنوب من هنا بس كل أهلها ايه خاطرين جداً بشيلوا الرشاشات؟ طيب احنا عايزين ندخل القرية دي ونوصل ايه رأيك لو ندخل عليهم بحزام ناسف ونفجروا فيهم؟ حزام ايه بس يا فاطين؟ خلاص ندخل عليهم بقى بكم قنبلة على كاميرا الشاشة على دبابتين ونمنع عنهم الاكل سنتين ونحصرهم تاني يوم بقى على طول فاطين اللي أنا عايزة اوصل له ضغشوري ده لأنه هو اللي هيعرفنا العربيات دي بينقله فيها ايه؟ هو بصراحة بقى اللي يعرف العزبة الإبلية كويس جداً عم عزوز لأن كل خلانه من هناك تمام نروح له نروح له ليه؟ موجودة هنا مرزوع جنب دانكة قال ايه؟ عايزة تعلم انجليزي يا عم عزوز اتعبد نفسك ليه بس يا ميشي ما تقولش كده يا عم دو فيه اتعبك راحة المم انت بس تطمين عليك الحمد لله دوخة كده وراحت لحالها لا يا جدو الدكتور قال لازم ترتاح ايه ده هلت رحت للدكتور؟ واحد من زبيني شافني واني تعبان كده ولقى نور مخدودة علي أصر يوديني المستشفى وقالوا لك ايه في المستشفى عنده فيه؟ ما انت عارف بقى الدكاترة وتهويلهم يميشوا قال ايه؟ الكاب التعبان عندي قوي ولازم أشعات وتحليل وكلام من ده بس انا بيني وبينك ما بحبش المستشفى يا ما كتبوش علاج؟ كتبو علاج؟ طب قولو بقى علشان يسمع الكلام ويخف عام توفيق اسمع كلام نور يا ابني يا ابني الشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى ونعم بالله انت بيمسك عام توفيق خلي دول معاك لا 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 كده ازعل مالنا كميشو احنا وتزعل ليه عام توفيق انا معايا فلوس كتير يا ابني ربنا يزيدك بالحلال بس انا مش محتاج فلوس انا كل اللي محتاجه انك متغيبش عني وتسأل علي على طول جده توفيق بيه حبك قوي يا ميشو هو انا كمان يا نور بحبه قوي خلاص تبقى تتصل وتتطمن عليه مش انت معاك موبايل؟ اعم معايا موبايل انا بقى كمان معايا موبايل حقيقى مش لعبة كان جده توفيق الداهوني تبقى تتصل عليه اوكي؟ 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 اوكي ماشي انا حاروح معاك يا حضرت الزافة نضال وانا مش اقل منكم وطنية ورجلي علي رجلي كمان ماليش عام عزوز انا ااسف والله من كتر الحماس بس ماليش ماليش باني ام اميى يعني هنعرف نوصل لضغشوري عب اعتبر نفسك سعدك وصلت له انا حافظ العزبة دي شبر شبر وللمي سعدك انا خلاني ناس كبرات وليهم ساطوا في البلدي الله ناسا بيشرف بس انا مقابل ده ليه طلب صغير عن ساعتك اضخب يا عم عزوز عايزة ارجع عايزة ارجع الخدمة تاني وبعدين انا كتبت طلب للوزارة وواقف على امدد ساعتك ايه ده عم عزوز انت مش كنت مستنى تطلع عن معاش وعمل تقول انا عايزة ارتاح يا فاطين انا شئيت يا فاطين انا شفت الموت بعنايا يا فاطين اولان انا كنت باكذب انا لا شفت موت ولا تنيه انا كنت مقضيها كتابة محاضر وسمع مكلسوم بس اول ما شفت ده ان كان حلمتني ان انا لسه قدامي حاجات اقدمها للبلد دي واقدم للبوليس المصري قدراتي اللي لسه ما تلعيش كنت بتوفشر عليها يا عزوز وانا اللي كنت فاكرك مناضل وشاهد الواجب ماشي ماشي طب ده بقى اولا ايه بقى سانين يا سيدي طلع وفطفة ده اللي جواك طلع السانين انا عندما خرجت وصبت الخدمة وقعدت بوزي بوز شاء اكتشفت انت الموت اهم عندك حق وبعدين اكتشفت كمان ان انا عايز اخدم البلد دي زيكم بالزبط لان دبت في روح جديدة بس محتاج الفرصة ارجوكم واندوني فرصة امو سيدك يا فاطين انديني فرصة انديني فرصة ويعتبر الطلب لي انت قدمت ابت ماض عليه كمان وانت دلوقتي ف الخدمة سن عزوسه افانتي اصاااااااااة بتردى يا ام عزوسه اشتركوا في القناة 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 بناباتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دونيا هو ال 2680 قال جاتوا 2680 عفريت لما ينططوا الفوق كده هوك ينزل على الدر عبتك كده هوك تب اسمعيني بقى يا دونيا حمسكي ايه دي؟ دي علشاني؟ اه علشانك بس دي غالية قوية يا ميشو فيش حاجة تجرى عليك يا دونيا حمسكي دول كمعين ايه دول؟ دول حقك علشان انت تلعت جدع في اللي ان طلبت منك وده حقك وحيات المصحف ما هياخد حاجة يا ميشو انا عملت كده عشان انت قلتلي ان ده في مصلحة ايوه بس دول حقك هتمسكي بقى ولا اديكي فوشك ميشو وحيات النبي وضايا على اللحظة الحلوة اللي انا عايشها دي انت مش عارف انا قلبي عامل ازاي دلوقت عامل ازاي دلوقت عامل كده هوك ميشو وحيات النبي انت بتحبيني صح؟ بتسكوتي بقى بيت طب اولا عايزة زغرط زغرطي؟ اول نبي تديني فرستتي بقى تبدو نمي الله يرحمها كدامة بتقولي ان الزغرطة دي ناصرة الفرح عارف يا ميشو انا اصلي لو زغرطت هرتاح الزغرطة هتطلع كده قلبي هيرتاح كده ما انا اصلي يا قلبي مش مستحمل الفرحة اللي هو فيها دي كلها زغرط زغرط يا دوني زغرط؟ اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خبسانة كلها ايوه بس اخلاص اخلاص الناس اللي في البلد دي بيشموا الغريب ويطلعون بقصة ألف يا نهرب يده فيه ناس مسلحين ههم اتقامل ايه ألف وارجع تاني ايه ده ايه ده هتعمل بشكل اه ده من كده ما انا كده هادئ انا كده هادئ انا هرجع انا عايز اروح اروح ايه والعب عيال ولا ايه اما بعدين ايه الكلام انت عطش مقول اقلاش اخش اخش على ده لا اقلاش اخش ماشي ماشي واام على فين جايين البلد دي لمين ما تنتغ انت اه هوا جيين مين ا ايه 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 حاضر انا عز وجوز ما تنتغ انطغ ايه 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 معنغان بحاضر ايه حاضر ايه بحاضر ايه هذ attempts انا جايين عشا هلا تتعالا ستنتغوا ولا خلص عليكم لا لا احنا جايين يعني بس تلقيتها بالله العظيم إحنا نيتنا خيين آه جايين للفران؟ إيوه إحنا جايين للفران وعتاخده قد إيه؟ يعني بقد خمسة جنيه فينو على شوات بكسومات ولو فيه فطير ماشي يعني بس يكون سخ دحقتني أعتاخده قد إيه حشيش حشيش؟ هو الفران؟ أيوه 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 هناخد كتير يا بلدينا بس نشوف الصنف الأول يعني أيوه هناخد كتير يعني سجرتين عشان من الوقت الراجل ده ما بيدخنش طب يلا ارموا نقودكو عشان تاخدوا كلمة السر عشان لو فيه حد وقفوا على الطريق التاني ولا حاجة آه كام يعني النقود ده؟ ألف جنيه كتير يا بلدينا آه وتفي الزعر يمكن ناخد كلمتين ثلاثة الله يخليه إيه وبعدين إحنا محششاتيه كبار يعني الجري ده محششاتي مش الده محششاتي شوفت البال غضب؟ ديلو خاضع معزيز هما دول متعلمين أيوه هما اديهم له خد الدينة مصمم يعني عرف الجيه؟ خد يا سيدي افتع لهم الطريق استنى يا عام استنى ايه حلوانة في سلوانك ده؟ ايه هي كلمة السر؟ طف فوشي ايه ده؟ يا جزمة يا ابني الجزمة اخنص عليك ايه يا عام ايه مش انت اللي قالت طف فوشي ده كلمة السر يا مهيمة ايه كلمة سر طف فوشي؟ انتا ما تشوف لنا كلمة سر حلوك ده؟ من اللي بيطلع له الحباية؟ من اللي بيطلع له الحباية؟ من اللي بيطلع له الحباية؟ يلا خلص ومشي قبل ما خلاص عليكم خلاص يا عام خلاص يلا يلا اطلع فوش ايه يا توح؟ زيكي طرفك حبيبة كبيرة انت ايه يا توحة اللي انقعادك مع الولد اللي عملنا فيها قزم اه 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 سلامتك اه لو النابي عجباتك اوي يا كلامك بتضحك ايه يا ست مكدر روزك لا يا من ناحية بتضحك يا بتضحك اوي يا حجم انت يوم يوم خمستين انت حطرنت ولا شكلك بتنم بديك يا تورك يا تدهملك وتفوق علي انا بقى ولا ايه يا الله؟ انتو ملكمش كبير؟ لما تقول حاجة عم فاتحة مفيش حاجة يا تورك بتهزر معاك يا عاك والله العظيم تده وحيات ام عشان خطك انت بس يا توح امسك بقى عم فاتحة كلك لقمة ده كابب وكفتة يا خرب بنتا فاستك انت كمان جاي على العشف وانت مالك انت مالك توح صحبي حبيبي هيعشيني معاني تورك تعالى تعالى سيبك بقى منهم تعالى قولي تعالى حملتك ايه؟ عيب لما تسأل التوركي سؤال زى يده خش القوضة جوا روشتك جبتناك كام فقم مكديمون عالى ليكول سكيتش عالى رامس جلال زبطك مع اني معرفش ولا واحد فيهم دولت بس مش هينفعيس بقى الواحدة تعالى معايا يا عم هزبطك بعدين تعالى بقى رايحين عالفين هو انت مالك بلبسي سوعات حسن ان انت لابسها ده خليكي في حالك خلاص خلاص يا دونيا فيه ايه؟ يلا بقى يا تورك شلده من دا يرتاح دا عندك فوتي مرة شلده من دا يرتاح دا عندك شلده من دا يرتاح دا عندك يا عم إلا متأكد وانا هتوقع عنه وده البيت الخمستاشر اللي تقول لي إلا متأكد وانا هتوقع عنه تطعب التوفي الاخر ام الاقرب عشر اللي لابت لده كنت مختبرك وبعدين دا بقى اللي انا متأكد منه انت ناسي ان خالي دقروم هو كبير الليلة دي دقروم؟ لو انت خالك اسمه دقروم؟ اه اسمه دقروم ماه لو دقروم طب انت دلولتين بقى اقولهم بس ان خالي دقروم شوف رقبهم ماهتقبط في بعض الساعة طب وانا اقول lenderهم انا خالي دقروم لية انا مش خالك انت اللي دقروم خالة انا اللي دقروم وقولك انتوا الاثنين انت خلالك دقروم لا مهو بيقولي ادخل وقول لهم خالك دقروم يا عم خالة انا انت خلالك دقروم بس 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 انا دقرومаю بقروم خُش لخبط واخلص احنا جايلك من طرف الرئيس درغام بتاع الجزيرة الرئيس درغام؟ ايوة يا أخو.. ايوة الرئيس درغان بعمرة الجحش والحمار و فاجأة البهيم اللي عنديه هاة دعشور ياحلو ايوة 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 ياه رأساها أنتفضل يا مرحل يا مرحل ايوة عمده شوري على التفضل اما انت فاكرنا ما عنا نفضلش والايه عمده شوري ياحلو زيكا عمده ياحلو هكسا زيك عمده شوري على حالة بقولك ايه معلق من عايزين نقعد معاك الوحدينة يعني عشان فيه موضوع مهم ايوا موضوع مهم جوا دهشوري يا حقال انا مخبرش حاجة بيه دهشوري انت بتكلم زابط بوليس انا عايز اعرف معلومة واحدة بس عربيتك النقل لما بتنزي الكزيرة بتبقى فاضل بتروح عند الدراجات في المصطع القديم هناك بتختفي بعد كم يوم بتظهر تاني انت انت يا دهشوري خلص معك سك انت انت يا دهشوري يا حقال اقول الجماعة بتوعك وحضروا اللقمة هنموت من الجوع جايمة على صفا انا مخبرش حاجة يا بيه بتحمل مخطرات مش كده يا دهشوري بانتو مخبرش يا عمي ايه اللي مخبرش مخبرش بقولك ايه ده انا وشة ملك بابا عشان نوصل بك انت مخبرش حاجة يا بيه خلاص خلاص يا رجال احنا ناخده على الاسم وهناك اللي اعرض نخليه اتكلم جويس اول هتقوم تعالا احنا انت هتتكهرب وهتتراوق اعترف احسن لك مخبرش فيه اللي بيحصل عندك يا دهشوري مين ده؟ دي مولة يا بيه انت بتجاوف رجل؟ يا دهشوري فيه اللي بيحصل عندك اي حركة من اللي برا هما بتقولك يا لهوي غطونا يا عالم غطونا يا ناس حراميه تعال يا مش مش تعال بقى وري توح جمالك وحلوتك بعد النيولوك ايه يا توح ايه رأيك في زوال توركي؟ الله مبروكين عليك يا ميش وانت يا دنيا ايه رأيك؟ انت بتكلم من ايه؟ دنيا بقى لها اسبوع في اللالالاندي يا انا عريس ودي الشي اللي كنا نشربه وقع كله على الارض حلوة عريس انساء الله كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق مين؟ زيادة خولي امرد عليه وشوفه عايز ايه؟ باشا لسا كنت فسرتك بالخير قبرني دلوقتي ايوا يا اخي بقى فين يا باشا؟ حاضر مع السلامة عايز ايه توركي؟ عايزنا نروح له دلوقتي حالا ومقلكش ليه؟ معرفش بس هو اكده ليه من اتأخرش مصيبة مصيبة لايكونش همنا خبر بعمية الخاتم ويبعايز يقلبنا تقلقش مرضو هنروح له توركي وهنشتري منه اللي يدخل العزبة دي لازما ولابد ياخد القزد من الكبير روة يكشي فاكرينها سايبة يا عام يا عام انتهي فرحان بشانبك ما كان عندنا شانبات من خمس دقايق وبعدين ما دام يعني انت مش مصدق ان حضرة الزابط نضال ده زابط بحق وحقيق ايه؟ خد بقى التقيلة اللي هتخلى ركابكم كلكم كده تخبط في بعضيها استنى بس يا فاطين اهدى شوية ما استناش حضرة الزابط لازم كلهم يعرفوا عقيتنا مهدى اهدى شوية مهدىش يا عام عزوز مهدىش عاز تقولي يا عزوز انت اولا انا مش ولد اه اه عصدي انا فاطين علي حسين الجرح المحاني وعضو القضى محترم ثانيا عام عزوز اللي قاعد ده يبقى حماية وعم عزوز ده بقى خلانه كبرات العازبة دي كلاتها ها؟ وخاله بقى ده بالاخص اللي كان بين ينايمكم كلاتكم من المغرب يبقى الدقرب هاي خرب ديك يا فاتين انتو عزوز وغل خرب بيض ايه يا عم انتو اوه ايه فيه يا عم؟ واني بقول نكتر لايه ايه يا نكتر؟ لان الدقرب اللي هتكون عليتها بيسلح بالاراجوز في المغالد اراجوز؟ اراجوز يا عم عزوز؟ اوه فيها ايه يا الله مش بيأكل قميته بعرق جبينه اتأكد ايوه يا كبير زابط في الجزيرة على عموم حصل خير يا حزابط ولي منعرفك ايش انا هتاخدش في بالك مصارين البطن بتتخانق ياه فيه ايه بيكلمني انا حصل خير يا كبير ولا يهمك وانت لو كنت صح كنت جيتلي وكنت جريتك على اللي انت عايز تعرف بعد اللفلف وانصاص الليالي على عموم حصل خير وعشان اكون معك صح حنوصلوكم لحد اول البلد لحد هناك ومريض صالح وده واجب مني ليك انت والراجل الطيب اللي هناك ده ايه ده يا تابوان ايه يا تابوان انا واقع في ورطة انتو اللي هتخلصوني منها ورطة؟ ورطة ايه بس يا باشا كفال الشار زابط زميلي انما طلع خسيس وطماعة عايز يبتزني معانه لما جي الادارة انا اللي علمته وفهمته الشغل بيمشي ازاي وفى الاخر عايز يعد اليد اللي تمدتله طلبتك يا باشا عايزكوا تخلصوني منه لا معلش اصلالة مكملتش تعليم يا باشا بخلص عالتك منه دي اللي هو يعني استنى تورك بتدفع كامل زد باشا ايه؟ بتقول ايه يا رحوم قبل ما تغلط يا باشا بتسبق قولت المصلحة بتوعكم ومصلحتك بوقتي انك تدفع سؤال بيطرح نفسه هو انت هتبقى انت لو اخذك من حياتك ولمك فاقل حتة ويساعدها لما تغلط الغلطة هتبقى غلطة ولا انت حقيقي مهبر مظلوم والتهمة سفا يا ذاكي بسكيلتة وسايق في المبادئ فاكر القانون مسيطر وبتهرب من حقاية يا ذاكي بسكيلتة وسايق في المبادئ فاكر القانون مسيطر وبتهرب من حقاية كان ممكن بالفاكتة ما تقومش في الليلة فاكتة ما تقومش في الليلة فاكتة لكن ربط بيسطر او يحوص على الخدايين سؤال بيطرح نفسه وانت هتبقى انت نفسه نفسه من حياتك ولمك فاقل حتة موسيقى لما تلاقي بالا بترميك عالرصيف وتشقيك عالرغيف وتقول ما انت ضعيف وانا تزوى حاجة فيها وبتعمل محكمة لما عشان عايزك شريف فايق ويملك شيكك يكون كائن قليف يتجب عليها وطيها كله حاسب الظروف بتيجيب بيقضيها وفي قدامنا دوري حميها وحرميها يا هاكي بيسكي لتا او او سايق في المبادئ فاكري فاكري تقلصي من تهرب من حقائي كان ممكن بالباكتة ما تكونش في ليلة فاي لكن ربك بيسطر او ويحوط عن خداي سؤال فيك راح نفسك هو انت تبقى انت أخذت من حياتك ونبوك فأقل حدة